الصحة تعلن تسجيل 1115 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 386 حالة السلام عليكم متابعين الكرام قبل البدء لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات لتصلك الأخبار العاجلة والمهمة حيث اعلنت وزارة الصحة والبيئة اليوم الاثنين تسجيل 1115 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 386 حالة في العراق وذكرت الوزارة في بيان الموقف الوباء اليومي للإصابات المسجلة بفيروس كورونا أنها فحصت 8 927 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم وبذلك يكون المجموع الكل لنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 311 980 وأضاف البيان أن مختبرات وزارة الصحة سجلت لهذا اليوم 1115 إصابة في العراق وموزعة كالتالي بغداد الرصافة 232 حالة بغداد الكرخ 193 حالة مدينة الطب 110 حالات النجف 50 حالة البصرة 55 حالة السليمانية 85 أربيل 15 دوهوك 2 كربلاء 47 واسط 107 كركوك 13 ديالة 18 بابل 31 ميسان 82 الديوانية 3 ذيقار 38 المتنى 13 صلاح الدين 17 نينو 4 وأشار البيان أن حالات الشفاء بلغ 386 حالة وكما يلي بغداد الرصافة 147 حالة شفاء بغداد الكرخ 75 النجف 3 حالات الشفاء البصرة 56 السليمانية 50 كربلاء 37 ديالة 1 كركوك 4 ميسان 3 بابل 2 الديوانية 2 ذيقار 6 ولفت البيان إلى أن الوفيات بلغت 24 حالة موزعة كالاتي بغداد الرصافة 9 حالات وفاء بغداد الكرخ حالتي وفاء السليمانية 2 كركوك 1 كربلاء 3 واسط 1 ديالة 3 البصرة 1 وبابل 1 وذيقار 1 ومع الموقف الوبائي لليوم وصل مجموع الإصابات المسجلة بالفيروس إلى 13481 ومجموع حالات الشفاء 5572 وعدد الراقدين الكل 7539 أما مجموع الوفيات فقد بلغ 370 أما الراقدين في العناية المركزة بلغ 75 متابعين الكرام إلى هنا ينتهي الفيديو لهذا اليوم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات لتصليكم الأخبار العاجلة والمهمة ترجمة نانسي قنقر